الساعة والتكتكة دي عاوزة ريحة المخبوزات في البيت تدفل البيت وفي نفس الوقت تدفلنا معدتنا من احلى روايح المخبوزات دي بتاعة الشتاء القرص الطرية سهلة وخفيفة جدا وطعمها في منتهى الجميع تعالوا نعمة خير زمان كله مع بعض القرص بالعجوة باللبن الرويب شوية قرص يستهل بقكم القرص الطرية على حق شايفين جمالها وحلوتها واللرحتها بجد طحفة بصوا العجوة اللي جواها بصوا يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل احلى قرص بلدي بطريقة امهاتنا ادي المقادير معنا تلاك كبايات دقيق ونص دقيق جميع الاستخدامات ما فيش اي مشكلة ومعنا هنا كباية لبن وتكون دافية اللي هلم بيها العجينة ومعنا كمان نص كباية سامنة على معلقتين زين طبعا دي سامنة بلدي تخلي القرص بتاعتك ما شاء الله حكاية والزيت يطرها لبرده ومعنا برضو تلات معالق سكر ومعالقة كبيرة خميرة ومعالقتين كبار لبن بودر ومعنا برضو رشة ملحة صغيرة ومعنا معالقة بيكن بودر كبيرة ومعنا اللبن الرايب اللي بيدي طعم حلوة اوي في وصفتنا دي وفي مكون بقى جميل اوي لما ييجي وقته في التحضير هقولكو عليه تعالوا نشوف طريقة التحضير في دورة العجان او في الطابق اللي هتعجيني فيه على اديجي هي هيه في منطقة البساطة برضو هنزل فيه بثلات كبايات ونص دقيق بالشكل ده حطي كمان تلات معالق سكر وانزب الخميرة كده على بعض وكمان المحسن الطبيعي لللون والطعم معلقتين كبار لبن بودر لو مش موجودين عادي مش مشكلة لقدر تستغنى عنه كمان معلقة بيكن بودر اللي هتخالي القرصية متنفسة من جوه خلصنا كده الخطوة دي معنا تعالوا بقى للخطوة التانية نحطوهم كده في العجان ونلفوهم كده على الهادي كاني بقلبها بايدي تمام ونشغله على اقل سرعة انا كده يدوب بس بقلب المقاذير كلها ببعضها حلوة كده وانا بقلب كده على سرعة هادية انزل بالسمنة على الزيت شوية بشوية نعمل عملية بس وممكن سمنة بس عادي برضو بس الزيت بيطر كده ايه القرص معايا شوية جمعا عملت عملية دمج المكونات بتاعتي بالدقيق مع السمنة والزيت اللي حطوهم عليه كأن بالزبط ببسة على اقلية كده لازم كده يتحول الدقيق ملمسه لونه زي بالزبط ايه الرملة المنادية كده تمام هنيجي بقى دلوقتي للمكون السحر اللي قلتلكم عليه اهو معلقة كبيرة اشطة بلدي هي الافضل تتسيح انا كنت مسيحها بس بردت معيها في الجو البرد ده هنحطها بقى قابلكم باية اللبن اللبن الرايب مع الاشطة دي هتدوائج بقى طعم القرص البلد الجميلة بتاع الزمان وبتاع امهاتنا ربنا يعطيهم الصحة والعافية يا رب والعنجان شغال كده هننزل بقى باللبن بتاعنا اهو زي ما انتو شايفين ونقلب كده بالمعلقة مع زرة الملح بتاعتنا اللي لاغنا عنها الملح برضو برجة في البيت اه وبيدي تستي كده وبيدي طعم للقمة حلوة وننزل كده باللبن الرايب بيدي تستي برضو في القرص طحفة بصي بقى العنجينة بتاعتنا بصي طريق ازاي وهتشوفي بقى قد ايه هشة قوي وهتحس بيها وتحس بما لمسها في ايديك ولا رحت العنجينة الحلوة بتاع الزمان شوفي العنجينة عاملة ازاي نشاء الله عليها لمت على نفسها وده يدل على نجاح المقدير بتاعتك المزبوطة ان العنجينة تلم والدورق يبقى نضيف كده بالمنظر ده بصوا بقى العنجينة عاملة ازاي شوفوا طريق ازاي ودعمة قوي نجيب كده طبق ونحطها فيه بالشكل ده ونسيبها تخمر لمدة ساعة او ساعة ونص علشان مش تنسوا الجو برض العنجينة بتاعتي تخمر تعالوا نجاهز العجوة خليك كده شطورة عارفة تماميلي كده حاجة في نفس الوقت نجيب طاصة كده معانا وننزل بمعلقة سمنة بلدي كده حلوة الله على ريحة السمنة نجيب كده العجوة ونقطعها كده على السمنة البلدي عسل وهي بتسيق نقلب فيها كده شوية واجيب كده شوية سمسم نوزعهم كده عليها هعمل لكم بقى حشوة النهار ده جميلة قوي من شاء الله نهاد النهارة علشان العجوة مش تتلسع وبعد كده بظاهر المعلقة نضغط على العجوة مع السمنة اهو ونقلب فيها بالشكل ده دلوقتي بقى بعد ما سخلنا العجوة مع السمنة والسمسم مع النار بقلبها في طبق كده او اقلب فيها كده لغاية ما تبرد علشان ايدي تستحملها وانا بقلب كده اجيب بقى شوية فانيليا بتدي ريحة للقرس اللي في العجوة في منتهى الجمال اهو ونفضل بقى ناخد وندي فيها لغاية ما ايدي تستحملها معلقة السمنة بقى اللي احنا حطيناها في العجوة دي لازم لانها يبتدي طعم حلوة قوي وجميل للعجوة والقرس مش بتخلي العجوة بعد ما القرس تبرد كده تكون ناشفة كده في الحشوة لا بصوا بقى ناخد قطعة كده مقلو نعملها بالشكل ده اهي كده ناخد تاني برضو عشان نعرف نحطها جوه القرسة كويس شوفوا بقى طرية خالص ازاي معانا اعملي فيها اللي انت عاوزاه ورحتها يا جماعة مع ريحة السمنة البلدي مع الفانيليا مع العجوة والسمسم طحفة بجد هكمل لنا بقى الباقي دلوقتي بقى بعد ما العجينة خمرت معانا بسم الله ما شاء الله بصوا شكلها ونفتح عليها كده الله على رحة التخمير اول ما تطلع كده ما شاء الله عليه بصوا عاملة ازاي تعرف انها خمرت خمرة العجين اه تلاقيها متفتح كده من بعضه معانا بصوا التخمير شايفين الهوى يدوب بس كده بالراحة كده هاخدها على نفسها من غير بس ما نحاول نطلع التخمير فيها ولا لزقة ولا اي حاجة شوفوا جميلة ازاي ما شاء الله اهي هاجي كده واروح عاملة كده كورة الحجم اللي يعجبك بقى بصي كل شوية هتاخد حتة نعمة كده وتروحي عاملة الحركة دي حتى بص الحركة دي وبعدين تاني في حتة نعمة كده واروح واخداها بصوا اه اقول لك على سر للامانة يعني انا اول مرة تحط في الموقف ده انا مش بحب التقريس اصلا انا طول انا على طول كده كنت عندي ماما زمان يعني كنت اعجن وانقل وعجن واخبز وابطت كده بيدي وعمل على المطرحة وعمل على الفرن وكده ودخل الفرن وكده انما اقرس مش بعرف اقرس فدلوقتي اتحطيت في الموقف ده فالتقريس التقريس ده يعني لو كبير صغير الحجم اللي يعجبك بقى طبع رحتك انا عملا كبير شوية على قد ما عرفت في الموقف مش شجعوني بقى في لفظة جمان اللي انا لابسها في ايدي ما شاء الله مساعدني في كل حاجة شوفوا حتى عارفة تحكم في العجينة ازاي ايوة استرني كده وانا عندي كده المرحلة دي على خير ان شاء الله تخلص شطورة يا امان شوفتوا لايتها كبيرة بقطع منها هحتها ازاي ايوة كده حلوة حلوة يلا ودي كبيرة شوية مش عجباني صراحة حطيتها جواه اهو مش هعجل لا انا بحطها جواه كده وطل دي صغيرة حلوة حلوة لا مش حلوة نحطها تاني اهو استرني بقى طلع طلع ايوة شفتوا جميلة ازاي سبتورة يا امونة نعمل تاني اقول لكم اقفل واخلص وارجع لكم تاني في المرحلة اللي بعد كده الحمد لله تمت المهمة بتاعتي بنجاح بالقلافز الكبير بتاعي بصوا بقى همسك الكورة الحلوة الاماراية بتاعتي دي تمام وعمل لها سرة ارمها كده كلها على بعضها بالشكل ده ماشي اعمل لها سرة كده مش سرة دانانير لا معادش فلوس دلوقتي ماشي بصوا ازاي كده وبعدين انا عامها تمام وبعدين احطها كده ايوة خليك بقى جنب اخواتك وبعدين اغطيها بالشكل ده هيجيب انا فوطة دلوقتي بفوطة واسبها عشر دقايق على ما تخمر تمام في العشر دقايق دول بقى هنشغل الفرن على درجة حرارة امتين عشان لازم يكون الفرن سخن جدا لما القرص بتاعتنا تدخل جوا تمام دلوقتي بقى سبناها عشر دقايق اه تخمرت شوية والفرن سخن هجيب صنية كده او صاق وهدهنه كده بالزيت تمام حسن نستقق كده عايزة شوية زيت يلا جيب شوية كمان يلا مش مشكلة هو الزيت غالي بس مش خسارة فيه تمام دهنتها كده الله تصدقوا عنتي ورق زبدة سويني جيب ورق الزبدة اهو هو ورق الزبدة افضل برضو يعني من الصاق كده على طول بتخليها بتخلي القرصة هيا كده مش بتلزق تمام وطلع برضو بكل سهولة اهو تقطع بقى شطور تقطع حتة بس مش مشكلة نزبطها كده على الصانية او الصاجة اهو ايوة كده ونقول بسم الله اخد كرة كده من كوري الجميلة وبطتها بين كفوف ايديا كده بالشكل ده وبعدين هجيب حتة العجوة عشان العجوة تكون مفروضة كده جوة القرصة كلها بالشكل ده تمام بصي لمي كده على كفة ايدك العجوة العجوة كلها جوة بصي الجناب كلها بتاعت القرصة تقفلت على العجوة ايوة وبعدين احطها في الصانية ايوة وهي كده بالضبط حطك فين يا امر هنا لا هن تعالي عزلة وبطت كده بقى ايوة كده اندمجت العجوة مع الايه مع العجين اجيب كوراية تانية بص العجينة ملبن ما شاء الله واحط العجوة كده وبعدين اقفل عليها من كل ناحية حتى لو العجوة حرفها التانية معيك عادي بصوا كده العجوة اتفرشت جوه القرصة كلها مش بتيجي تاكل القرصة تلاقي حتة فيها عجوة والحتة التانية عجين لا كده تمام هكمل انا بقى ايه بقيت الصوق وبعدين كده بقى نجيب سكينة او عجلة بيزة عادي المتوفر عندك ونعمل كده ايه فتحتين عشان العجوة تبان ونبقى بقى عاملين ايه زي بتاع الفرن بالضبط اهو احنا شوية احنا مش شوية خالص اه ماما كانت بتعمل اه بالشوكة كده تصدق فكرة سوين يجيب الشوكة وايد الشوكة معنا على طريقة ماما ربنا يعطيها الصحة والعافية يا رب ويخليها لنا قوله امين قولي امين وحطي لاي لو مش عشان خطري عشان خطر ست الحباي ايوه جدا بالشكل ده يلا بينا بقى على الفرن على درجة حرارة متين ادخلهم ونشوفهم بعد ايه ما تطلع بصوا بقى يا جماعة ما شاء الله لسه خارجة من الفرن سخنة مولعة كلها لون واحد ازاي متخمرة صح بصوا شايفين عاملة ازاي الله عالدخان اللي طالع والسوة بتاعها من جوية النواحي عسل بصوا شوفوا العجوة شوفوا العجوة مفروضة ازاي جوه القرصة بصوا المنظر وشايفين العجين عاملة ازاي وقد ايه طرية ما تنسوش اول ما تخرج من الفرن تروح يراشها بشوية مية واتغطيها عشان تفضل طرية معاك طبعا كلنا منتفاقين ان راحة الخبيث في البيت بتدي احساس بالسعادة وتدي بركة للمكان كمان هو ده بقى خير زمان كله مع بعضه القرص بالعجوة باللبان الرايب قباية الشاي في وقت عصاري مع الحبايب اللي ربنا يديهم علينا يا رب ويا ربي يكون الفيديو بتاعي عجبكم وما تنسيش اشتراك في القناة ولايك وكمنت حلوة منك كده يشجعني السلام عليكم اشتركوا في القناة